ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بما يحمله هذا الصرح من روح وطنية عالية تجسد المبادئ النبيلة والقيم الرصينة للفداء والتضحية في سبيل الذود عن حياض الوطن وحفظ سيادته ومكتسباته ورفعته وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني أعرب جلالته فيها عن شكره الجزيل لسموه على تهنيته بهذه المناسبة وأكد جلالته فخره واعتزازه بما أنجزته قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وكافة القوى الأمنية في مملكة البحرين الغالية وهم يثبتون يوما بعد يوم أنهم حصن البحرين الحصين ودرعها المكين مؤكدا جلالته اعتزازه وتقديره لدور سموه في خدمة هذا الوطن وحماية مكتسباته وصيانة أمنه والحفاظ على منجزاته